النقطة الأولى من أين جاءت تسمية صوفية يجيب على هذا العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس وحسب ما أعلم والله أعلم دلجيت أقوى كلام في الجواب على هذه المسألة من أين جاءت تسمية صوفية أو الصوفية طبعا هما بيكذبوا يقول لك صوفية دي من الصفاء يعني قال ابن صافي ساكده بيكتبوا في الحفلات البرع لبن يعني قلبه صافي وأبيض زي اللبن وكذب ساكب وقالوا برضو جمنا من الصفة الأول لأنهم بيحضروا الصفة الأول وقالوا وقالوا ابن الجوزي رحمه الله في صفحة 182 بجاوب على السؤال ده في أوضح كلام حسب ما أعلم أوضح كلام في تلبيس إبليس لابن الجوزي قال الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد قال ابن الجوزي رحمه الله والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي يعني أصلا بدوا بالزهد الكامل انقطعوا عن الحياة تماما ما كان عندهم شركيات وكفريات في الأول يا جماعة ولا كان فيهم ناس بيستغييسوا بالموتى ويتوكلوا على غير الله ويعملوا الحجبات والتمائم الوقت دا كان ما فيه ودل بيفسر ليك الشبهة البجواز الصوفية جيبوا لك كلام لبعض علمائنا القدامى يقول لك مثلا شيخ الإسلام أسنى على التصوف مش كده أو فلان يجبوا لك كلام كده مقطع الكلام دا كان عن الصوفية الأوائل الزهاد والسناء ما كان سناء عليهم كامل على كل من هجم لأن الانقطاع من الدنيا بالكلية دا زات باطل ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله طيب فبد قال بالزهد الكل دا التصوف ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص بعد شوية بيقول بتاعين شنو كبكب ورقيص قال فما لإليهم طلاب الآخر من العوام لما يظهرونه من التزهد وما لإليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب قال ابن الجوزي فلابد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة يعني الصوفية وفروعها وشرح أمورها والله الموفق للصواب قال فصل كانت النسبة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان والإسلام فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد اسم زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلق بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيت الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مر فانتسبوا إليه صوفية انتسبوا لابنه لصوفة دا الغوث بن مر فانتسبوا إليه يعني بيقول صوفية نسبة لصوفة اللي هو الغوث بن مر وده ينقطع وقعد عند الكعبة بس قال داري عبادة فقط وانقطع عن الدنيا فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية وده حيرجع ابن الجوزي مع قول ثاني بعشوية حيرجع قولين منهم القول دا إنه اسم التصوف نسبة لمنجة معه الرجل الاسمه صوفة دا اللي هو الغوث بن مر القعد عند الكعبة وانقطع من الدنيا قال وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة وضباطل طبعا لأنه لو منسوب إلى أهل الصفة يقال شنو يا جماعة صفي ما بيقال صوفي قال وإنما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عز وجل وملازمة الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أهل الصفة وهؤلاء القوم يعني هل الصفة داري ورق إن الصفية ما بينتسبو له قال وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة لأنه ما عندهم قروش أصلا وديل صحابة ضرورة قال ضرورة وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا يعني هم ما جا قعدوا بالصفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بس كده ساكت وإنما ما كان عندهم أموال ولا بيوت ولا أهل أشكد قعدوا والصفة دي يعني زي عريشة زي راكوبة يعني عملولهم في طرف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مش هم ما اختاروا إنه ينقطع عن الدنيا طيب قال وقد ذهب قوم إلى أنه من الصوفانة وهي بقلة رعناء قصيرة فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل صوفاني وقال آخرون بل هو منصوب إلى الصوف وهذا يحتمل والصحيح الأول يعني الصوفية اسم من واحد من حجتين اثنين فقط إما من الشؤون يا جماعة الصوف لأنه أوائلهم كان بلبسوا الصوف تزهد ومخارج قالوا من الدنيا وإظهار للزهد الباطل ومن الجوز يرجح القول الأول أكثر اللي هو شنو؟ نسبة لمنه صوفة اللي هو الغوث ابني مر صوفة اللي هو الغوث ابني مر